هنّى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية تهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن حاملة إلينا بركات شهر رمضان فكل عامٍ والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخيرٍ وأمان ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المواطنين المسلمين والمسيحيين حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامناً مع بداية صوم شهر رمضان الكريم ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري العظيم جميعُه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خيرٍ وتقدم وازدهار وأمنٍ وأمان ترجمة نانسي قنقر